غياب التنمية المحلية بدوار سعد لاوليت سعيدة يزيد من معاناة السكان توفير الكهرباء وشباكة الطرق والمياه هي أبرز مطالب القاطنين هنا نحن لا نستهدوش الماء ورعدنا البزاوس كل يوم نوصله كل يوم قدمهم باللوطو يوميا هذه صباح وحشية تلقيهم ومسافة بعيدة دبروا علينا لما كان شاب العمي هيرحلونا قعملنا علينا قاعدنا عاش مغبون لأحنا لو لدادنا عاشوا والدينا فكشفون حقنا ثاني حنا نطلب سيد الوليجي شوف الأمر نطلب سيد الوليجي يفكرنا الأسماء اللي أنا فيها هذا مكان كان الطريق والقاس والماء المغبون فيه ياسر قايا السلطات المحلية المعنية ممثلة في رئيس بلدية سيدي أحمد طمأنة السكان في محاولة إيجاد حل في البرنامج التنموي الحالي نطمنهم إن شاء الله باش تكون عندهم إن شاء الله تكون لنا خرجة ميدانية وإن شاء الله كما نقول لك تكون عندهم حق من برنامج التنمية هذا تا 2024-2025 إن شاء الله ونطمنهم من هذا المنبر إن شاء الله ما من طبعا هما نبل إسمان جاي إن شاء الله قد نخرج عندهم معينة إن شاء الله نشوفوا جميع الإنشغالات اللي بقدر مستطع إن شاء الله نوفوها لهم عن قريب وليه كما قلناك تتعدى نحن ثاني نوصل إنشغالات سيد الولي اللي هو راح أرس على المناطق هذه المناطق إلى ذلك يبقى سكان سعدلة رهن تحركات السلطات المحلية وحتى الولائية والتكفل بمطالبهم المشروعة بتوفير أبسط متطلبات الحياة ترجمة نانسي قنقر